السلام عليكم ازايكم يا شباب عاملين ايه معكم زمنكم مونة محمود فرقة تانية علاقة طبيعية عضو في تيمي الباي كيميستري النهاردة اكون معكم ان شاء الله في شرح سيكشن رقم سبعة نزيمولوجي يلا نبدأ سنبلغ حلمونة لو بعد حين فنحن بحور عزم الان اردنا عايز اقول لك تانيك حاول طول ما انت عندك الاراضة والعزيمة للحاجة اللي انت عايز توصل لها ان شاء الله هيجي لك يوم وتوصل لها وزي ما قلت لك مفيش حد بيحاول وياخد صفر في المية مجرد ان انت شرف المحاولة ده بالنسبة لك انتصار الانسان ما بينهزمشي الا لما يبطل يحاول طول ما انت بتحاول فانت فست نبدأ بقى شغلنا اول حاجة اللي انا عايز اطلع بيه من السيكشن ده انا عايز اعرف ال point out enzyme inhibitors وعايز اعرف ال point out factor affecting enzyme inhibitors فاول حاجة دي رسمة بتاعة ال line waiver park blood الجديد فيها بيقول لك ان دي بتاعة competitive inhibitors inhibition sorry inhibition يعني ايه competitive يعني تنافسي يعني معنى كده ان انا بتنافس على active site بتاع الانزيم ده معنى كده ان فيه substrate رايح يمسك في انزيم زي عايزي ام جي حاجة جات شبهه عايزة بقى تتنافس ان هي تمسك في ال active site بتاعها ده فهم تنين شبه بعض بيتنفسوا عايزين يروحوا يمسكوا في ال active site بتاع ال enzymes ايه بقى المميز فيه انا عندي دي ما بتتغيرش خالص ال vertical axis ده مش هيتغير خالص امال ايه اللي بيتغير اللي بيتغير عندك في الهوريزونتال تحت هنا ادي كل واحد خرج من نقطة نقطة مختلفة غير التاني بس عشان هو كمبيتاتف عشان هو بيتنافس على active site ام جاي عندي في النقطة اللي في النص دي اللي اتنين اتقطعوا فيها ما هو تنافسي في واحد هيوصل واحد لا بس ده مش ده مش موضوعنا انه موضوع انا عايز اعرف دلوقتي انه هو دلوقتي اللي في ماكس دي ما بتتغيرش خالص الك ام هي اللي بتتغير وهي بتزيد الك ام increase هتلاقيه في المسي كيو جايبلك الرسمة دي وبيسألك يا ام اسمع كمبيتاتف ان هبشن وبيحصل ايه فيها اللي في ماكس هتقول ان هي سابتة الك ام هتبقى بتزيد بس والرسمة كده خلصت تاني واحدة معينا زي ما قلت لك هي سابتة في الثلاث في الثلاث جرافات بس هنا دي نان كمبيتاتف يعني ايه يعني غير تنافسي يعني هو دلوقتي في انزيمين رايحين بس واحد بطيء عن التاني واحد مش شغل بنفس السرعة التاني يعني فيه سابستنت وفي اللي هو الحاجة الغريبة اللي جاي بتتنفس معي على الابت في صايت زي ما قلت لك بس في واحدة فيهم بطيئة فبقاش تنفسي لان في واحد فيهم مرمي ورا خالص فاحنا عندنا الفي ماكس بتقل عشان زي ما قلت لك في واحد بطيء عن التاني فالفي ماكس عندنا هتقل ولكن كمية كمية السرصة للروحة هي سابتة يعني الكميات بتاعت هي سابتة عشان كده لو خلت بالي على بتاعي هلاقي كل اتنين خارجين من نفس النقطة ولكن على هلاقي كل واحد في نقطة مختلف يعني هلاقي دوت اعلى من التاني عشان زي ما قلت لك ان الفي ماكس اولايلا ولكن هي سابتة ما بتتغيرش تانيت رسمة بقى معي دي يعني ايه دي بقى مفيش حاجة خالص دي سابتة ترايح مع نفسه وبرضو حاجة تانية جاية ليه التوكسك او الحاجة الفورن الغريبة اللي جاية من برا كل واحد ليه في ماكس مميزة بيه وكي ام مختلفة خالص فعشان كده ما انا بقولك ان الفي ماكس والكي ام ودول التلات رسمات قدامك هومت زي ما قلت لك اهم حاجة السؤال اللي بيجي اصلا في الرسمة دي هو بيجيب لك الرسمة ويسألك هو كومبيتتف ولا نان كومبيتتف ولا ان كومبيتتف بيسأل اللي بيتغير الكي ام هي اللي بتتغير ولا سابتة ولا بتقل ولا النظام التلات رسمات قدامك هومت عندك الكومبيتتف اللي في سابتة والكي ام بتزيد عندك الان كومبيتتف اللي اتنين بيقلوا عندك النان كومبيتتف اللي كي ام سابتة ولكن الفي هي اللي بتقل رابع رسمة بقى ده بيتكلم عن الحرارة درجة الحرارة وزي ما احنا عارفين ان في حاجات كتير بتأثر متأثر على الانزايمز منهم كتل حرارة فنبدأ بيقولك ان في الجريف اللي ورا دوت بيوضح لك اثر الحرارة على الانزايمز فزي ما انت شايف ان في بيحصل typical change in enzyme activity which which increase temperature the enzyme activity gradually increase with temperature up to around 37 درجة يعني ايه يعني انا طول ما الحرارة بتزيد الانزايم بيزيد نشاط الانزايم بيزيد طول ما انا طالعة طالعة الحد ما وقفت عند السبعة وثلاثين ايه اللي حصل بقى اما وصلت عن السبعة وثلاثين دي زي قلت لك optimum temperature يعني هي يعني هي درجة الحرارة المصلة الدرجة الحرارة للانزايم بتايا يقدر يشتغل عندها ويعمل الكفاءة الشغل بتاياه عالية جدا من غير ما يتقصر او يبوز حاجة ولو انت سبعة وثلاثين طب ما طبيعي سبعة وثلاثين انا اصلا درجة حرارة جسمي سبعة وثلاثين ما هو لو الانزايم اشتغل في حاجة عند اعلى من كده لو رفع درجة حرارتي اتشو بتاعتي هتموت ولو هو ما اشتغلش وما مطلعش حرارة زيادة هيبقى مالوش لازمة مش هيشتغل اصلا فهو بيشتغل عن السبعة وثلاثين وده طبيعي او اللي هي درجة حرارة الجسم بيقولك ان يعني لما الحرارة زي ما احنا شايفين ورا لما الحرارة بتعلى قوي عن درجة الحرارة المطلوبة اللي انا محتاجاها لما بقت خمسين لما بقت ستين سبعين بدأت الانزايم اكتيفيت تقل فيبدأ يحصله دي ناتيوريشن بدأ يتقصر ويتحلي ما بقاش لي لازمة بس فانا قلتلك ان يعني درجة الحرارة اعلى درجة حرارة اللي بيوصل عندها الانزايم عشان يقدر يشتغل بجفاءة عالية جدا وبكل قدرته هي حاجة اسمها اللي هي درجة حرارة الجسم اللي هي سبعة وثلاثين درجة وده برضو نفس الرسمة برضو على تأثير درجة الحرارة الحرارة طول ما انا بقى طول ما انا بقى على الريت وفي اكشن بيزيد معي التمبريتشر طول ما هي ماشي لحد ما وصلت لدرجة الحرارة سبعة وثلاثين قمنا معلمين عليها وقلنا ان دي الابتمام تمبريتشر بعدين بعد ما الحرارة جاءت زايدة زيادة عن اللزوم لدرجة ان انا مش الانزايم مش هيشتغل اصلا في الحرارة دي هم حصلوا دي ناتيوريشن اوف انزيمز وتنائل لحد ما اتحلل كل خالص الملاخص الا انا عايزة بقى استفادوا من كل الحرارة والكلام دوت انا عايزة قولك ان وزن ليمتز عايز تنبريتشر انكريز انستيشلي زا ريتوف في اكشن والانكريز يعني الحرارة دي بتزيد لكن في حدود معينة يعني انا عندي لحد سبعة وثلاثين بس ما ينفعش يعدى الخط اللحمر بتاو ما ينفعش يعدين فانا بقولك ان الريتوف في اكشن بيزيد مع زيادة درجة الحرارة ولكن في حدود معينة لان زي ما احنا عارفين اللي بينقلب على حده بيزيد ضده فانت بقى هتزود درجة حرارة تاني فيقوم الانزيم ده موقف شغل ويقوم متحلل يحصل له ويقل لي خالص ويبدأ يقل لي بقى بيقل لك هيبدأ يقل لي منك خالص عندي بقى الجراف رقم خمسة دوت بيشرح لك درجة البي اتش فبيقول لك اتش انزيم هاز اين اوبتمام بي اتش ما انا قلت لك من شوية ما في اوبتمام تنبريشر يعني جات على البي اتش حطت لها كمان درجة موسلة فبيقول لك ان في البوز سايدز بتاعت الجراف الورا دوت كمان دراما كوين زي ما بيقولو كده عامل شبال عائل الصغير اللي بيتدلع انت لو ما جبتلوش اللي هو عايزه بالضبط مش هيشتغل عشان كده هتلاقيه هجيبها لك ثانية هتلاقيه من عالجنبين اليمين والشمال هو مش مش راضي يشتغل هو هشتغل في الدرجة هو مسلا بيشتغل عند ستة فمش هيشتغل اللي عند الستة بس بيشتغل عند سبعة مش هيشتغل عند السبعة بس طب لو حطيته في حتة تانية هلا ايه بيحصل له زي درجة الحرارة بالضبط فبيقول لك يعني كل انزيم مميز ولو حاجة فريدة بي يعني انا مش هلاقي اتنين انزيم بيشتغلوا في نفس درجة البي اتش لا هو انزيم بيكل كل انزيم لدرجة بي اتش فريدة بي مع نفسه فبيقول لك ال point where the enzyme is most active is not as the optimum bH يعني هو ليه بيشتغل عند سبعة اقل من كده اكتر من كده انا مش شغل فبيقول لك small change in bH above or below the optimum don't cause a permanent change to the enzyme يعني ايه يعني اعلى من كده زي ما قلت لك او قل من كده انا مش هشتغل وبعمل يعني انا ممكن يتحلل مني لما زود علي البي اتش يعني مثلا هو الحاجة دلوقتي البي اتش ده الانزيم ده قصدي بيشتغل عند البي اتش قلوي فانهم تحطه في وسط اسيدك هيشتغل لا هيحصله تحالل هيحصله denaturation زي الحرارة كده بالزبط فعندنا السورة ديت بيقول له ايه بورجيري اي طول هم working in non ideal بي اتش ليفل وو دي ناتوريت هم شفت بوازه اتدمره هوت عشان راح اشتغل في حتة مش هدته فالملخص برضو زي ما قلتلك انا عايزة قصة نصلع بايه من كل الشغلان تلبي اتش دي انا بقولك ان البي اتش طيب باقى اما جسمس يكه السابسترد ده في الانزيم لو السابسترد ده موجب و الانزيم ده موجب سيحصل لهم تناوفر مش هيمسكو في بعض كده ويتحده فالزما يبقى في عكس للشحنات مش نعارفين ان الشحنات المتشابهب لتناوفر والمختلفة بتتجاذب فهو ده اللي بيقص ده بقى اللي بيقنر يقول لك لحاجة دي محتوط يبقى محتوط على الانزيم ده يبقى محتوط عليه موجب ولا محطوط عليه سالب بحيس ان السابسترت بتاعه ولو المفروض هيمسك فيه يجي الجزء معه يبقى مختلف الشوحنة لو الانزايم موجب يبقى السابسترت سالب والعكس. فاحنا عندنا هنا بوريك اللي احنا بقى قلناه في الاول ان هو ان كل انزايم لضربة فريدة فيه فاحنا هنلاقي عندنا هو شغال في الجزء الاسيدك وعندنا شغال في الجزء القويدي وعندنا شغال من خمسة لتسعة يعني معنى كده ان هو درجة بتاعه راح عند السبع اهي فمعنى كده ان كل حاجة لها خاص بها بس اقل او اكتر مش هيشتغل فاحنا بقى عندنا اسئلة صغيرة في الاخر اهي انت تقدر تشوفها فبيقول لك زي ما قلت لك لما عندي الفي ماكس بتقل ولكن الفي ماكس ما بتتغيرش ده ده ان انكمبيتدف ده ساعة ما بيقول لك الفي ماكس والكي ام اللي اتنين بيقوله فيبقى ده انكمبيتدف خلي بالك الاسئلة دي كلها تيجي كل دوت بيجي يسأل عليه وبيسألك في الفي وبيسألك علي الفي ام وبيجي بالرسمة اهم حاجة تعرف الفي ماكس والكي ام بيزيد ولا بيقل ولا بيزبط ولا بيجرارهم ايه بالضبط نتخش بقى السؤال الرابع بيقولك التمبريتر اتويتش 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 ماكس ماماونت اوفزا سابسترات از كومفردد توزا برودكت بير يونت تايم از كولت زا اوبتمام تمبريتر خامس حاجة زا بوينت اه وير زا انزيم از موزت اكتف از نو از زا اوبتمام اه بي اتش اه انت هتعرفهم ازاي اول مايقول السابسترات از كومفردد توزا برودكت بير يونت تايم معنى ده ان ده اول مايقول ان السابسترات بيبدأ يتحول عشان يبقى برودكت يبقى دي درجة حرور لكن بيقولك الانزيم شغال فين اول مايقول انزيم از موزت اكتف دي كلمة السابستر بتاعت يبقى دي از اوبتمام اه بي اتش اه كده احنا نكون خلصنا السيكشن بتاعنا اتمنى ان الدينية تبقى سهلة وزريفة عالكل وان انا قدرت اسهل الجزء دوت وتذكره كويس الجزء دوت بسيط خالص انت تقدر تليمه اصلا انت بتسمع دلوقتي السيكشن وان شاء الله تبقى دامن درجته حرام تضيع حاجة تبقى سهلة كده وتضيع الدرجتين ثلاثة على الشابتر ده بس اي حد عنده سأل يقدر يسيبولي في الكومنتات او يتواصل معي عايزي انا ما عنديش مشكلة سلام